دكتورة حنان بشكل عاملي بقى الطالب اللي خلاص كمان كم شهر هيدخل على امتحان الثانوية العامة بنظام الـ Open Book ايه هي الارشادات او النصايح اللي تقولي هالو يتعامل ازاي يعني بحر من المعرفة يعني المعلومة يقدر يحصل عليها من اكتر من مصدر ازاي يدقق في المعلومة ازاي يختار المعلومة الصحيحة اللي تخليه يجاوب اجابة صحيحة يعني ايه هي الارشادات الخاصة لطالب حينما يبحث عن معلومات حوالي المفهوم معينة اولا واخيرا لازم يكون بمساعدة المعلم المعلم لابد ان يكون مدرب كويس هيدرب على الـ Open Book هو اولا لازم يدرب على الـ Open Book هو اولا هيدرب على كتاب المفاهيم فبالتالي هيقدر يساعد الطلاب في انه ازاي يعملوا سيرج على معلومة معينة كتاب المفاهيم ده ممكن انثلة ايه المفاهيم الموجودة فيه مثلا هو مفهوم مثلا يعني مفهوم مثلا في الكيميا معينة او مفهوم في الفيزياء او مفاهيم فيه معينة في ايه تخصص من التخصصات فالمفهوم ده ما جالوش في السنوية العامة المفهوم ده المفروض طلع حسب المنهجية معينة فيه خرائط المفاهيم خرائط المفاهيم اللي هي نباعد ده مع تطويق مع اعداد المنهج نفسه بحيث مفهوم معين مصغر يكبر مع الطفل لحد ما يوصل فيه السنوية العامة فبالتالي المفاهيم متعود عليها منذ الصغر يعني هنا التعليم في مصر طبعا او في اي مكان تاني دايما تعليم تراكمي ما بقاش تعليم بس في السنوية العامة هو تعليم تراكمي فمفاهيم معينة فيه الكيميا مثلا مفاهيم الريبوتات مثلا يعني ايه الريبوت ده مفهوم معين الريبوت ده عرفه من صغره في شكله ايه وبعد كده بيكبر بيكبر لحد ما يوصل يمكن شايفين مدارس التيمز بيصمموا بقى الريبوت فهنا معناه ان احنا فيه تركيبات معينة فيه برامج معينة في الكمبيوتر ممكن تصنع الجهاز الإنساني الآلي اللي قدامي ده فبالتالي هنا بيبقى المعلومات كلها بتكون معلومات تراكمية المعلم لازم يكون يدرب يوصل الطالب ويوجهه كمان يعني احنا عنده منصات كتير منصات الحصص مصر مثلا مدرسة مدرستنا وان ومدرستنا تو كل المعلم يوجه القنواء اللي هي المنصات الإلكترونية اللي قتحتها وزارة التعليم أثناء فترة كورونا وما بعد كورونا لأنها اتطورت أصلا بنوك الأسئلة فبالتالي قدرته قدرة المعلم إنه هو يدرب الطالب إنه هو يدخل بنوك الأسئلة ويحلم معاه ويبحث معاه كنمازج معينة عشان يقدر يستطيع إنه هو يعتمد على نفسه فيه من بعد ترجمة نانسي قنوك الأسئلة ترجمة نانسي قنوك الأسئلة ترجمة نانسي قنوك الأسئلة